النقد الدولي لمساندة الميزانية المصرية الموضوع هام من الناحية الاقتصادية ولكنه هام ايضا من الناحية السياسية بل ربما كانت اهميته وربما كان العامل الذي سيحدد مصير المفاوضات ومصير الحصول على القرد من عدمه هو القرار السياسي هو تفاعل القوى السياسية وتأثير تفاعلها على القرار الذي تتخذه الدولة وكل ذلك بالطبع على ضوء الحالة الاقتصادية وبذات حالة المليئة العامة وحالة ميزان المدفوعات في مصر معنا اليوم للحديث وللدخول في حوار حول الموضوع معنا نخبة منتازة من المتخصصين في الموضوع المتخصصين في الاقتصاد المتخصصون في التجارة الدولية والمتخصصون في العلاقات المالية والنقدية الدولية ولكنهم يعتميزون أيضا بوقوفهم على الجوانب السياسية في الموضوع الدكتور أحمد غنيم ودكتور أحمد غنيم أستاذ للاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جماعة القاهرة وهو خبير في عدة مؤسسات دولية مستشار لها واختصاصه الدكتور أحمد غنيم الأساسي هو التجارة الدولية ومفاوضات التحرير التجارة الدولية بما في ذلك التجارة في الخدمات وعلاقة التجارة الدولية وتحريرها بحقوق الملكية الفكرية المتحدث أو المشارك الثالث على هذه المنصة هو الزميل العزيز الدكتور خالد أمين والدكتور خالد أمين هو أيضا أستاذ للإدارة العامة في قسم الإدارة والسياسات العامة في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجماعة الأمريكية في القاهرة والدكتور خالد متخصص في مسائل اللامركزية وفي مسائل السياسات المالية العامة وهو أيضا خبير واستشاري لدى عدد من المنظمات الدولية منها البنك الدولي وبرنامج المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي وغيرها يدير الحوار الصديق العزيز الدكتور عمر حمزاوي والدكتور عمر حمزاوي هو أيضا أستاذ لسياسات العامة في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجماعة الأمريكية في القاهرة والدكتور عمر حمزاوي يختص بمسائل السياسة والحكومات المقارنة وبالتطور الديمقراطي وبالإسلام السياسي وهو فضلا على ذلك ناشط سياسي في الحياة السياسية المصرية في الوقت الراهن أربعتهم وأنا خمسهم في الواقع كلنا أيضا ننتمي وخرجنا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جماعة القاهرة ولذلك نرى أن هناك تفاعل كبيرا بين جامعة القاهرة كليات الاقتصاد والعلوم السياسية فيها والجماعة الأمريكية في القاهرة وبالذات في الوقت الحالي كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة الحديث إذن سيديره الدكتور عمر حمزاوي أترك له كلمة وأتمنى لحضراتكم الاستمتاع بهذا الحوار شكرا جزيلا أبدأ بشكر الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض على كلمات المقدمة والدكتور إبراهيم صديق عزيز وزميل عزيز نتعلم منه الكثير ومن خبراته في العديد من القضايا التي هو الآن يعمل عليها بصورة أكاديمية في الجماعة الأمريكية بعد فترة عمل طويلة في منظمة العمل الدولية سبقت قدوم الدكتور إبراهيم إلى الجماعة الأمريكية أشكره على كلمات المقدمة وأرحب بحضراتكم وأرحب أيضا بالضيوف الأعزاء السفيرة الدكتورة مجدى شهين الأستاذ الدكتور أحمد غنيم والأستاذ الدكتور خالد أمين أرحب بالجميع وأعرض عليهم وعلى حضراتكم الصورة التي سندير بها الجلسة الموضوع هو قرد صندوق النقد الدولي الموضوع كما تفضل الدكتور إبراهيم له أبعاد اقتصادية وأبعاد اجتماعية وأيضا أبعاد سياسية المسألة تتعلق أيضا بوضع الاقتصاد المصري الحالي وكيفية إدارة ما تم تشخيصه من جانب الجميع باعتباره أزمة اقتصادية طاحنة تتعرض لها مصري كيف السبيل لخروج منها ودور قرد صندوق النقد الدولي في هذا الإطار ومواقف الأطراف السياسية المختلفة من يحكم ومن يعارض وما إلى ذلك الصورة التي سندير بها النقاش هي سنبدأ بالسفيرة الدكتورة مجدى شهين ثم الأستاذ الدكتور أحمد غنيم ثم الأستاذ الدكتور خالد أمين لكل متحدث 15 دقيقة بعد كلمات المقدمة في 15 دقيقة لكل متحدث سأعطي 5 دقائق للمتحدثين للتعقيب على بعضهم البعض إن أرادوا إن كانت هناك رغبة للتعقيب المتبادل على نقاط ربما أثارها زملاء ثم نفتح الباب للنقاش طريقة إدارة النقاش ستكون إن المايكروفون سيتحرك بين جنبات القاعة لنستمع إلى تساؤلاتكم وتعليقاتكم في جولات ربما كل جولة من الأسئلة ثلاثة أو أربعة أسئلة ثم نعود للمنصة للتعليق ونعود لحضراتكم الالتزام بالوقت سيمكننا جميعا من إدارة حوار ساري وفعال نبدأ مباشرة إذن وأطلب من السفيرة الدكتورة مجدى شهين أن تتفضل بمداخلتها في حدود 15 دقيقة تفضي يا فاني شكرا يا عمر أرجو المعزيرة لأنني أنا كنت الحقيقة وضبت الأفكار اللي هتعقق بالإنجليزي ولكن طبعا فجأت أني لازم أتكلم بالعربي وده مش مشكلة بس فيه طبعا بعض التعبيرات اللي هتلاقوني هحطها بالإنجليزي لو ما أسعفنيش المخي وجبتها بالعربي على طول المهم الفكرة اللي أنا عايزة يعني اللي أريد أن أطراحها عليكم أننا دلوقتي في إطار مفاوضات مفاوضات متعسرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرد طبعا إحنا بنستقي معلوماتنا على أساس أدهق على أساس كده من الصحافة من كلمات المسؤولين وكده ولكن ليس ملمين أو ليس عندنا فكرة واضحة عن اللي بنتفاوض عليه أو الأهداف التي بنسع إليها فإحنا عارفين أن القرد اللي بنتفاوض عليه دلوقتي قدره أربعة وثمانية بليون دولار وده زيادة عن القرد اللي كنا بنتفاوض عليه من تقريبا سنة بعد الثورة مباشرة اللي هو كان تلاتة واثنين من عشرة بليون دولار طيب ليه هذه الزيادة ومين اللي قرر هذه الزيادة وهل هذه الزيادة تكفي للوضع المتدهور في الاقتصاد المصري ده طبعا أسئلة مطروحة النقطة الثانية نحن سمعنا أن السيد رئيس الوزراء قال أن عندنا تسعة وثلاثين شهر سماح خير وبركة طيب بعد تسعة وثلاثين شهر سماح في الشهر الأربعين كيف سيتم سداد هذا الدين وعلى أي أساس القرد خمس سنوات يعني عندنا من الشهر الأربعين للشهر الستين يجب أن احنا نسد هذا القرد كيف سيتم ذلك وعلى أي أساس ده برضو مش موجود طبعا الفكرة الأساسية اللي هو احنا بنصدقها ومؤمنين بيها أن ما فيش مشروطية نفترض أن ما فيش مشروطية وأن البرنامج زي ما بيسموه برنامج وطني أو ما بيسموه بالإنجليزي هوم جرون بروجرم طيب هل ما فيش مشروطية وده طبعا مش دقيق للغاية لأن في الواقع من الأمر المشروطية إحنا اللي هنفرضها على نفسنا عشان نتفق مع الصندوق على برنامج يكون يحظى بموافقة الصندوق هناك شروط أساسية يجب أن احنا يشملها هذا البرنامج ولا مناص من ذلك فأحب قبل ما أبتدي أقول يعني قبل ما نتكلم على المسجز أو على الإيلت اللي احنا عايزين نفهمه ونعرفه فعلا أحب أحط بعض المعطيات الأساسية في هذا الخصوص أولا الصندوق النقد الدولي مسئوليته الأساسية تجاه الأعضاء أو تجاه المجلس التنفيذي اللي هم أعضاء قائمين بالصندوق على أساس التصويت المرجح وطبعا احنا عارفين أن أمريكا عندها 17% من الأصوات وهكذا فده هم الصندوق مسئول تجاهه المسئول تجاه الدول المقردة أنه يسهل لها الظروف أو يتيح لها الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي على اعتبار أنه يديها الفرصة أنها تسد الديون بتاعتها يعني لازم أنها تعرف كيفية سداد الديون يعني ده الدور الأول بتاع الصندوق أنه يساعد الدولة على النمو لسداد ديون اثنين أنه التسهيلات المتاحة في الصندوق طبعا فيه القروض الميسرة للغاية اللي هي دون فوائد ودي مصر مش لا تقدرش تحظى بيها لأنها دي للدول الفقيرة والأقل نموا في زي التسهيلات الجديدة اللي هي اللي هي لمساعدة الدول للتعامل مع أي مشاكل خارجية ودي لسه زي ما سمعنا المغرب أخدت من الصندوق ما يوازي ستة واثنين من عشرة بليون دولار لمجرد أنها دي أخدتها بمشروطية طبعا مشروطية الدفع دي حاجة أساسية لازم أن المغرب تعرف تسد هذه المديونية ولكن دي بريكوشنري للإحتياط للتعامل مع أي مفاجآت خارجية وده أساس القرد أنه يبقى الدولة عندها اقتصاد سليم ومؤشرات اقتصاد كلية سليمة وعلى هذا الأساس بيتم منحها هذا القرد القروض اللي فاضلة واللي هي طبعا ممكن مصر هي تحظى بيها اللي هو طبعا المعروف واللي أخدناه قبل كده اللي هو stand by arrangement ترديبات اللي هي stand by arrangement أو آلية التمويل السريعة أو العاجلة وده اللي اتنين بيؤكدوا على حاجة واحدة إن تهيئة البلد لإعادة سداد الديون اللي هي بتاخدها من الصندوق وبطبعا احنا عارفين إن أهم حاجة إن احنا نقترد من الصندوق ده بيزيد من القدرة الاقتمانية للدولة وبيمنح وبيديها الفرصة للاقتراض من الخارج مصر كانت تعاملت مع الصندوق قبل كده بل تعاملت مع الصندوق أربع مرات مرة في الثمانينيات ثمانينيات وثلاث مرات في التسعينيات في أول 1991 لما مصر أخدت لما تم إلغاء الديون أو المصرية كدولة متوسطة الدخل وكان وده كان موقف سياسي ولكن كان على مصر إنها تدي أيضا إنها مصدقيتها الاقتصادية فكان عليها إنها تدخل مع الصندوق في برنامج المرتين الأخرانيين 96 و98 وبالمناسبة مصر ما سحبتش من القردين الأخرانيين ولكن سحبت نص القرد الأولين ما سحبتش من القردين الأخرانيين وكان ده تحت ضغط الكونغرس علشان يده برضو للكونغرس التبرير المناسب إن مصر الاقتصاد بتاعها سليم وإنها ممكن إنه يكمل في مساعدة مصر ويتقديم الديون لها فكرة إنه البرنامج الوطني دلوقتي دي برضو حاجة مش مستجدة أو ما بتدحاش البنك دي فكرة فعلا مطروحة بدأت تتكلم عليها من بداية هذه من بداية الألفين ووصلت فعلا لألفين وخمسة فيه ما يعرف ببيان باريس لفعالية المساعدات إنه بدأوا إنهم يهتموا بإن الدولة المطلقية للمساعدات أو الدولة المقترضة هي القادرة على إنها تشخص المشكلة فدي الفكرة مطروحة وده الصندوق أخذها من هذه الدول المانحة اللي هي بالتشخيص المشكلة وهي بفكرة الـ Ownership والـ Alignment يعني الـ Ownership أنا بمتلك هذا البرنامج فأنا اللي بحط أساسه والـ Alignment إن أنا بدي الفرصة للدول أو للصندوق إنه يأيد هذا البرنامج ويتفاعل معاه أو يتبعه فالناس دلوقتي كلها بتبص يعني سواء إنه مصر عايزة تقترد كل الأوجه موجهة إلى الصندوق واتفاقنا مع الصندوق لأنه لن يتحرك أحدا دون إن إحنا نحظى بهذا القرض ولا حتى البنك الدولي هيقردنا ولا حتى الدول الخليجية هتقردنا فلا تحرك من أي دولة مقردة لمصر دون أن ترى أن هناك الضوء الأخضر تم إعطاؤه من الصندوق حتى إنه فيه أخيرا طارق رئيس البنك الأهلي طارق عامر كان في حديث قال إن كل المستثمرين بيقولوله إنهم مستنيين علامة الصندوق النقد الدولي ومستنيين يشوفوا مدى استقلالية البنك المركزي فالتنين دول نقطتين مهمين للصندوق ومهمين قصدي لمصر ومهمين للمستثمرين دلوقتي الأسئلة اللي بحب أتراحها أو الرسائل اللي بحب أوجهها وأخيرا من الأسف إن ما فيش بنا أي حد من الحكومة أو أي حد من الحزب ولكن أحب أقول ثلاث رسائل أساسية أولا إحنا حضار كسبنا ما يعرف به الربيع السياسي وحطينا أسس الربيع السياسي ونحب إن نشوف الربيع الاقتصادي يمتسل بنفس هذه النصوص ونفس هذه الأسس وهي باختصار الشفافية باختصار المعلومات يجب أن تكون متاحة اللي هي عدم التمييز ويكون بوضوح الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية زي ما إحنا كنا بنطالب بهذا وطالبنا بهذا بشدة فيما يعرف بالربيع السياسي نود أن نرى هذا أيضا متاح في الربيع الاقتصادي بعد كده نبص إيه هو البرنامج الصندوق ونشوف إيه تأثيره وهنا فيه أربع نوافذ أو أربع عوامل رئيسية اللي هو أساسا الاستقرار المالي وهنا طبعا لازم نشوف إزاي يتم التعامل مع النقاط أو التنازع ما بين خفض المصاريف خفض الإكسپانديشورز ورفع وزيادة الرسورس وفي خفض الإكسپانديشورز فيه نقطتين أساسيتين لازم نتعامل معا خفض الدعم ولا مناص من خفض الدعم فقد نتحدث عن إعادة هيكلة الدعم إعادة أهداف التي توجه للدعم لمستحقيه ولكن هذا لن يحول أو لن يمنع أو لن يحمينا من أن لازم أن يكون هناك خفض دعم لا سيما في المرحلة الأولى في نطاق الطاقة لأن نحن عارفين أن بالنسبة للدعم 32% من حجم الميزانية أكتر من 70% للطاقة و30% بالنسبة للأغذية فللغذاء ممكن أن نفكر تأجيل خفض الدعم بالنسبة للغذاء ولكن لا مناص من خفض الدعم بالنسبة للطاقة بالنسبة أيضا وهناك مشكلة عويسة جدا أن نحن الأجور والمهاية كيفية خفض الأجور والمهاية أو كيفية تعامل مع ما يعرف بي أن خفض عجز الميزانية لازم أن نتعامل مع سياسة إنكماشية أو تقشفية فدي نقطة مهمة جدا وطبعا عارفين أن نحن بالعجز الموازنة ده هيؤدي إلى بالضرورة رفع الفايدة هيؤدي إلى بالضرورة إلى عدم تشجيع قطاع الخاص اللي نحن عايزينه هو في الأساس يقوم بالتنمية إلى الاقتراض لأن الاقتراض هيكون أغلى فده كله يعني هنخش في حلقة مفرغة صعبة جدا بالنسبة لهذه النقطة النقطة الثانية طبعا اللي هو ميزان المدفوعات وإحنا ضيعنا كتير من أسواقنا بعد الثورة وكيفية استعادة هذه الأسواق وكيفية جعل زيادة تنافسية صادراتنا وده مهم جدا طبعا لا مناص من الحديث عن خفض العملة ولكن طبعا زي ما شايفة إن خفض العملة دي مشكلة سياسية جزرية ولن يمكن أن نتعامل بيها مماشرة ولكن هيحصل إن بالتدريج هتنخفض العملة لا مناص من ذلك وقد رأينا بالفعل إنها انخفضت عشر سياق دلوقتي وبعد خمس سنين الحسبة أو المحتمل إنها هتنخفض العملة ما بين تمانية إلى عشرة في المية النقطة الثانية اللي هي السياسة النقدية وده برضو نقطة من أهم نقاط البرنامج اللي هنعمله مع السندوق كيف بالنسبة لسعر الفايدة بالنسبة لسعر الصرف بالنسبة للتضخم إيه هي معدلات كل ده هتنتعامل بإزاي معاه في ظل برنامج استقرار الاقتصاد الكل وأخيرا وليس أخيرا وده أهم نقطة اللي هو ما يعرف بيه الانكلوزيف جروث أو العدالة الاجتماعية كيف هنعمل هنزيد العمالة وإزاي هنخش في إزاي البرنامج ده هيحقق العدالة الاجتماعية والانكلوزيف ناس فده لازم على الحكومة وعلى الحزب الحاكم إنهم يدون الطريق يورونا إيه النور في آخر النفق يورونا إزاي هنخرج من الغابة اللي إحنا فيها وإن الشعب اختار هذه الحكومة ديمقراطيا فمن حق الشعب على الحكومة إنها تصرحه ويتنبهه ويتوريله هو متجه إلى أين شكرا أشكر السفيرة الدكتورة مجدى شهين على المدخلة أثارت الكثير من القضايا أشارت لمسألة إن قرد صندوق النقد الدولي أصبح يعني بمثابة شهادة الضمانة التي ينتظرها الاقتصاد المصري لكي يتحرك الاستثمار الداخلي والخارجي أشارت أيضا للسياسة المرتبطة بقرد صندوق النقد الدولي الحصول عليه والتغيير المنتظر أشارت لمسألة الدعم للسياسة الانكماشية أو التقشفية وأيضا لأهمية التنمية وأهمية أخذ ملف العدالة الاجتماعية بجدية سياسية وطلبت الحكومة الحالية وطلبت أيضا الحزب الحاكم حزب الحرية والعدالة يمكن القول أيضا الجماعة الحاكمة جماعة الإخوان المسلمين طلبت هذه الأطراف وأنا أضيف طرفا الجماعة بمصارحة الشعب وبشفافية واضحة ننتقل الآن الدكتور أحمد غنيم ونستمر في مناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية المرتبطة بقرد الصندوق والوضع الاقتصادي في مصر تفضل يا أحمد شكرا يا عمر مرسي أولا بشكر الدكتور إبراهيم عوض والمركز على الدعوة الكريمة وسعيد أني أكون هنا أنا أكلم على خمس نقاط في الربع ساعة الأولانيين بعض منهم ساعة السفيرة العزيزة ذكرتهم ولكن قد نختلف في بعض الأمور فيما يتعلق بها أو قد نؤكد بعض الأمور أتكلم على هل نحن أصلاً في حاجة إلى القرض ولا لا لأن ده جدل موجود في الشارع اتنين لماذا نلجأ للخارج بشكل عام وليس نقترد من الداخل ثلاثة المشروطيات ما لها وما عليها وحقيقة فكرة المشروطيات أربع موقف الحكومة وخمسة طبيعة القرض والموقف الخاص به فما نبتدي فيه نحن حاجة إلى القرض أم لا بعض الناس يعني هرجع شوية الورا ومنها حزب الحرية والعدالة كانت بتنادي أن لا احنا مش في حاجة إلى القرض احنا بلد غنية تم إساءة إدارة الموارد فيها وفي أمور كثيرة كانوا مركزين على حاجتين يقدروا يسدوا بيهم عجز الموازنة السندي الخاصة وفكرة الحد الأقصى للأجور طبعاً كما تعلموا حضراتكم أن السندي الخاصة محدش بيجيب سرتها الآن أولاً دي كانت أجذوبة لأن السندي الخاصة آه فيها جزء منها في فساد ولكن ليس كلها في فساد وهناك كثير من الفئات العاملة فيها الحكومة والقطاع العام بتعيش على جزء من الموارد السندي الخاصة وما ينفعشي أن أنا أخدها منهم لأن لو أخدتها منهم هيترتب عليه أن الحكومة هي اللي لازم تكمل هذا الجزء وهو ما سيكبل الحكومة بمصاريف إضافية فكرة الحد الأقصى للأجور مع احترامي الشديد لها هي فكرة لن تحل المشاكل هي ممكن نعتبرها الرمز للعدالة الاجتماعية لذكرتها سعادة السفيرة ولكن من الناحية المالية والاقتصادية يعني أعتقد أن هذا لن يتحقق بأي شكل لأن جزء كبير من الحد الأقصى للأجور أو جزء كبير من الأجور اللي بيحصل عليها الناس اللي هم بنسمع عن أرقام خيالية الحقيقة ما بيحصلوش عليها من الأجر بيحصلوا عليها من مزايا أخرى قد تتعلق بعضوية مجالس إدارات أو قد تتعلق بعلاوات أو حضور اجتماعات أو خلافه مما يعني أنه من الناحية المالية لن تؤثر كثيرا وبالتالي نحن في حاجة إلى القرط يعني الوضع الاقتصادي لن يحل من قبل الحكومة وحتى لو افترضنا أن ممكن هذه الموارد اللي أنا ذكرتها تكون حقيقية وتكفي للاستغناء عن القرط فإن إجراءات إصلاحها سواء الأجور نسمع عن منظومة الأجور دي من أيام الحكومة الأولى بعد الثورة وإلى الآن ما هماش كل يوم نسمع عن الأسبوع الجاي هيبدأ التطبيق الحد الأقصى للأجور الأسبوع الجاي الأمر معقد للغاية ويطول شاك وكذلك أيضا السندي الخاصة ومحاولة فالفكرة الأساسية إن مصر في حاجة إلى مساعدة الحكومة في حاجة إلى مساعدة وننتقل هنا بقى للنقطة التانية هل نلجأ إلى الاقتراض من الداخل أم للاقتراض من الخارج يعني برضو ما لا يعلمه البعض أن الاقتراض من الداخل مشكلة في مصر حينما نناقش وضعها اقتصادياً أن خطورة الوضع في مصر فيما يتعلق بالدين هو ارتفاع نسبة الدين الداخلي إلى إجمال الدين وليس هناك أي نوع من أي مشكلة في ارتفاع نسبة الدين الخارجي إجمالي الدين الداخلي والخارجي حوالي في حدود 85% من الناتج المحلي الإجمالي الدين الخارجي منه حوالي 14-15% وبالتالي 70% من دين مصر 70% نسبة للناتج المحلي الإجمالي من الدين نسبته للناتج المحلي إجمالي هو دين داخلي وبالتالي المشكلة الأساسية هي ارتفاع نسبة الدين الداخلي وليس الدين الخارجي طيب دي نمرة واحد نمرة اتنين أن الدين الداخلي في مصر يتم اقتراضه منذ بعد الثورة يعني الحكومة مش مثلا قاعدة مستنية لا طرحت أزون خزانة كثيرة ونتيجة سوق الوضع الاقتصادي ارتفع سعر الفايدة على أزون الخزانة إلى 16% ما نزلش غير الأسبوع اللي فات إلى 14% يعني ده مؤشر على ارتفاع درجة المخطرة في الاقتصاد حينما ترتفع سعر الفايدة على أزون الخزانة ومؤشر أيضا على ارتفاع خدمة الدين يعني الحكومة ما تيجي تسد الدين ده بتسد باقصاد زائد خدمته خدمته اللي هي سعر الفايدة اللي هي مقترضة به فده معناه إيه؟ إن احنا استنفذنا فرص الاقتراض من الداخل وله أثار اقتصادية سيئة جدا لأن البنوك بتفضل اقراض الحكومة لدرجة الأمان العالية في أزون الخزانة والأموال المتفضلة اللي عندها اللي هي السيولة بدل ما تقرضها للقطاع الخاص بتقرضها للحكومة مما يعني إن توقف عجلة الاستثمار وده أثر وسيء على الاقتصاد يعني بدل ما البنوك بتقوم بدورها الأساسي في تمويل الاستثمار أصبحت بتمول الاستهلاك الحكومي وارتفاع المرتبات نتيجة الإضرابات اللي فرضت على الحكومة وتعاملت معها من الأصل بشكل سيء جدا وتوالت هذه الأشياء وبالتالي ليس هناك مفر للخروج من هذه الأزمة إلا الاقتراض من الخارج طيب هل الاقتراض من الخارج فيه ناس بتقول طيب ليه ألجأ لسندوق النقد ما فيه مليون حاجة تانية زي ما قالت ساعدت السفيرة هو سندوق النقد مش باقترض منه علشان أولا حجم القرض لو أخدناه بالكامل وهبقى أوضح الحتة دي في الآخر لا يعني إحنا عندنا عجز موازنة وصل 135 مليار كما تعلن الحكوم لو أنا أخدت القرض بأكمله من صندوق النقد فإحنا بنتكلم فيه 4 و8 لو ضربتها في 6 يعني بنتكلم في 30 مليار جنيه مش هيسدولي حاجة وبالتالي القرض فيه دلالته وليس فيه قيمته فيه دلالته بمعنى إيه؟ إن كثير من المستثمرين وكثير من المنحين بيستنوا إن صندوق النقد الدولي لأنهم بيتطمنوا إن هذه البلد آمنة وقادرة على السداد فبالتالي دلالة صندوق النقد في القرض هي التوقيع معاه مجرد الدلالة مش معناها كما يذكر البعض أنه هو شهادة على تعافي الاقتصاد المصري ولا شهادة على صحة الاقتصاد المصري لا هو شهادة إن البلد دي عندها برنامج إصلاح ستقوم به وآهلة إن أنا أديها قرض وأستثمر فيها هل القرض مع صندوق النقد الدولي بدون مشاكل؟ لا فيه مشاكل المشاكل بتتلخص فيه حاجتين الحاجة الأولانية إن احتمالات إن العملة تنخفت وفي هذه الحالة لو العملة سعرها انخفت ده بيزيد عبء الدين على الحكومة وعبء سداد الدين ولكن ده فيه احتمالات ما هواش أكيد الحاجة الثانية اللي هي المشروطيات والمشروطيات نعيد يا اقتصادية يا سياسية وده اللي ينقلني للمشروطيات الحكومة عشر مرات عشرين مرة تطلع تقول إن ما فيش مشروطيات وده صحيح وخطأ في نفس الوقت هو السندوق زي مساحة السفيرة قالت بيقول يا جماعة وروني أنتوا هتعملوا إيه هو ما يهمه هو تحقيق أهداف معينة تحقيق أهداف معينة تتعلق بالاستقرار الاقتصادي في البلد يعني عجز الموازنة هتوصلوا لكام الحكومة تروح تقول 8% مثلا طب وروني هتعملوا إزاي هو ما بيدخلش فهتعملوا إزاي هو يهمه هنوصل لكام ده اللي يهمني وقد يناقش في معقولية أو عدم معقولية البرنامج بتاع الحكومة نقطة تانية إن المفاوضات حتى الآن لم تبدأ رسميا المفاوضات عشان تبدأ رسميا لازم الحكومة تتقدم بما يسمى letter of intent أو خطاب النواية وده أعتقد إن هو اللي بتقوم بيه الحكومة الآن ولو إني يعني أنا لا أعلم من يقود هذا الملف على الإطلاق في الحكومة إلا إن دي نقطة نقطة تانية إن المشروطيات اقتصادياً أعتقد أعتقد في ظل الوضع اللي إحنا فيه ودي أنا أول مرة أقولها إحنا في حاجة إليها أنا شايف حالة عدم استقرار وعدم وضوح رؤية وما فيش اقتصاديين ولا في المجلس الاستشاري وفيش غير اقتصادي واحد في الحكومة فلو ما كانش بقى حد عندنا هيوازن الاقتصاد بالأوضاع الاجتماعية أعتقد نحن يعني بنذهب إلى أنا لش فضلي خمس جاية أربعة فضيتني أربعة وبالتالي في حاجة إلى مشروطات اقتصادية هل في مشروطات سياسية هي إسعاد سفيرة قلتها ضمنياً كده إن مجلس إدارة الجهاء السندوق بيبقى فيه توجهات سياسية قد تتعلق بتوجهات مصر السياسية وقد تتعلق بيهل أخيراً موقف الحكومة غير واضح يعني إسعاد سفيرة قال تسعة وثلاثين شهر فترة سامحة الحقيقة في بداية الأمر الوزير التقديد في التعاون الدولي قال هو ستان باي أجريمنت والستان باي أجريمنت ما ياخدش فترة سامحة تسعة وثلاثين شهر الساعة السفيرة قالت البركوشنري والليكويدتي فاسيليتي دي برضو وضعها مختلف تماماً ويحق للدولة الاقتراض أكتر من تلتمية في المية أو متين في المية من حصتها وممكن تصل لأخمسمية وستمية في المية فهو لغاية دلوقتي أنا مش فامحنا بنتفاوض عليه أو هنتفاوض عليه يعني فيه كذا إمكانية والحكومة إن كانت عرفة فهي بتعلن أشياء متنقضة لأن الستان باي أجريمنت عمر ما هتكون فترة تسمح فيه تسعة وثلاثين شهر وإن كان بريكوشنري فدي معناها بتتعلق بإن كان فيه ظروف سيئة لإدارة الاقتصاد وبتمتد على خمس سنين وبتتطلب مشروطيات فالأمر غير واضح في هذا الشأن أخيراً إن طبيعة القرد قد تكون ليست قرد ودي نقطة لازم تتوضح يعني هي أموال بحطها كجارانتي أو كشيء قد أستخدمه في حالة الضرورة وده ما حدث في الستان باي أجريمنت اللي حصلت عليهم مصر قبل كده لم تستخدمهم بالكامل وما عادة واحدة هي اللي استخدمتها ولكن إذا ارتأت الحكومة إنها قادرة حقق أهداف الاقتصادية بدون الرجوع إلى هذا الاحتياطي اللي هو موجود عندها أو إذا كانت المشروطيات أو الظروف الاجتماعية لا تسمح فلا تلجأ إليه وده ما حدث في الحالة المصرية شكرا يا عمراء بدل ما حاجة تانية أتوقع طيب أحمد أحمد شكرا جزيلا لا ما فيش حاجة أتوقع إن شاء الله طيب أحمد أشار العدد مهم جدا من النقاط استكملا لحديث السفيرة الدكتورة مجدة شهين مصر في حاجة إلى القرد لأن البدائل المطروحة الصناديق الخاصة أو تغيير منظومة الأجور بوضع الدخول بوضع حد أقصى للدخول هذه بدائل غير كافية مصر في حاجة إلى القرد والاقتراض الخارجي أفضل لأن الدين الداخلي نسبته إلى نسبة الدين إجمالي الدين أعلى بكثير تحدث عن 70% و15% وإن الدين 85% من الناتج المحلي إجمالي الناتج المحلي المصري القرد بدلالته وليس بقيمة القرد لأن القرد يدلل أن حصلت عليه حكومة مصرية على أنه مع برنامج إصلاح اقتصادي وهذا بيطمئن المستثمر الداخلي والخارجي تحدث أيضا عن المشروطيات السياسية والاقتصادية وأن موقف الحكومة من المشروطيات غير واضح وأن هناك الكثير من الأمور التي لم تتضح بعد أشكر أحمد شكرا جزيلا على العرض وننتقل الآن إلى الدكتور خالد أمين استكمالا للحوار حول القرد والمشروطيات والاوضاع الاقتصادية والسياسية المرتبطة به خالد أتفضل شكرا